اشتركوا في القناة قبل ان نبدأ في هذا الموضوع هناك نشرة صدرت الاسبوع الماضي والكل يرسلني ويسأل ما معنى هذه النشرة ولماذا الارقام بطيئة وهل هناك امل بالنسبة لذوي الارقام الكبيرة اه يعني صراحة يعني الكل يسأل اسئلة محيرة جدا لان هذا العام يعني استثنائي اه نظرا ليعني النشرات يعني كما لاحظتوا في النشرة الاولى اه الفان وتسعمائة النشرة التانية سبعة الاف النشرة التالتة عشرة الاف وخمسمائة يعني ليس هناك يعني فرق شاسع بينهما اه ان سوف اشرح هذا لكي يعني الجميع يكون مطمئن فبالنسبة لهذه النشرة كما اه سبق وذكرنا في الفيديوهات السابقة ان المقابلات سوف تتم يوما يعني شهر يناير يعني كل مقابلات لا بالنسبة لفائزين الفين وعشرين ولا الفائزين الفين وواحد وعشرين كل شيء سوف يتم يعني المقابلات في شهر يناير يعني كل شيء غير يجمعهم في شهر يناير وبالتالي غيكون واحد الاكتداد على هاد شيء ان هاد الارقام ولات بطيء بطيء يعني مكي مكي يدرسوش ارقام اه بزاف يعني هدا هو هدا هو السبب الرئيسي اللي خلوا هاد الارقام في تباطع لأن في شهر يناير سوف يبتدئون مع 2020 و2021 يعني أنتم تعلمون كم هي الأرقام يعني هناك أرقام كبيرة جدا واستفادوا من المقابلة فريتما يتم المنادات على الأرقام التي صدرت في هذه النشارات يعني سيبتدئون من شهر يناير وبعدها شهر فبراير مارس أبريل وستنتهي المقابلة لأن نتائج القرعة 2022 سوف تصدر في شهر يعني ماي يعني في شهر خمسة يعني في تأكيدة 13 أو 14 في شهر خمسة يعني سوف يبقى شهر يناير فبراير مارس أبريل وهذه يحبسوا المقابلات فأنا أقول للفائزين 2020 و2021 كونوا مطمئنين ربما هذا الشهر هذا إن شاء الله غادي تلاحظوا الفرق أنه غادي يناديوا على أرقام كبيرة بزر فتقدر توصل الواحد خمسة وعشرين ألف ولا ثلاثين ألف يعني هذا صادر عن هيئة المحامين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنا شخصيا حاولت الاتصال بمكتب كينتاكي لكن لا يجيب على الهاتف مرارا وتكرارا لا يجيب فنتمنى يعني التوفيق فالكل يعلم أن مراسلة المكتب كينتاكي أو الاتصال بهم يعني تعذر شيئا ما في هذه الأوين الأخيرة لكن كونوا مطمئنين والله العظيم يعني الكل هنا في أمريكا وبالخصوص هيئة المحامين الأمريكيين يعني يقومون بجهد كبير جدا لكي يستفيدوا جميع الأرقام سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة فنصيحتي لدول الأرقام الكبيرة كونوا مطمئنين إن شاء الله فيها خير يعني غا نمشيوا حنا كما نقوله نمشيوا مع التيار كانت مكتابة راه مرحبا عادة العام هذا إن شاء الله راكون شيء غادي دوز المقابلة ما كانت كتابة مكتابة العام جاء إن شاء الله راكون يعني ما زال فورص لقدم إن شاء الله فيعني هذا عام استثنائي على العالم كامل ماشي بالضرورة غير في القرآن الأمريكية رايا ما بزاف ذي الحويجات وماشي ترى العالم كامل يعاني من جراء هذه الأزمن اللي إحنا فيها إذن ما شيء حاجة فوق الطاقة ذينا فكونوا متفائلين وإن شاء الله ما يكون غير الخير فكما قلت هذه النشرة بتلاتة بهم يعني النشرة اللولة والثانية والثالثة غادي جمعوهم في شهر يناير غادي دوزوا فبالله يعليكم تصوروا شحل من واحد مثلا في كل دولة غادي دوز ومراعاتا لهذه الظروف اللي إحنا فيها يعني غايكون شوية ذي التباطوا لأن كما قلت في الفيديو ده الماضية راهم يمكنش يدوزوا كل شيء في تقاوح ذا كما العادة كما العادة شحل هذه لأن هذا ضروري غايبقوا يستقبلوا واحد العدد يعني معين كل يوم ولكن إن شاء الله ضروري غا تكون واحد الوثيرة يعني سريعة يعني غايكون كل نهار غايكون المقابلات وغايدوزوا غالبا يبقوي شحل ما يعني حيدو ديال ديالأرقام غادي يتهنوا فيعني وأكيد ومرة أخرى أن في النشرة القادمة إن شاء الله سوف ترون مفاجأة أنه سوف يعني تصدر يعني نشرة يعني بأرقام كبيرة غالبا ستسل إلى ثلاثين ألف وغايبقى إن شاء الله عاو تنيد دخل شهر واحد عاو تجي النشرة الأخرى غايوصلوا إن شاء الله ربعين ألف وإحنا إن شاء الله نوصل إلى خمسة وخمسين ألف إن شاء الله رحمة الرحيم فهذه المسألة يعني يكون مطمئن منها إن شاء الله رحمة الرحيم فالبعض يسأل يعني ما معنى هذا الرقم عشر ألف وسبعمائة هذا الرقم يعني أن الفائزين دوي أرقام ما تحت عشرة ألف وخمسمائة فهم يعني مؤهلون للمقابلة يعني غاجيهم رسالة للمقابلة فبالنسبة الناس اللي ما زال ما جاتهمش الكونفيرميشن وما زال ما زاتهمش يعني رسالة الموعيد والأرقام ديالهم بنت فات النصرة يحاولوا يحاولوا غير يرسلوا يرسلوا للمكتب كينتاكي بالإيميل ونتمنوا أنهم يطلقوا الخط في الهاتف باش يمكننا التواصل معهم ولكن ما تعكزوش على أنكم ترسلوهم باش ضروري جيكم المقابلة مادم الرقم ديالكم تهز فهذه النشرة إلا هو أنت مؤهل أن تجيك رسالة المقابلة بالنسبة للناس اللي ما زال ما جاتهمش الكونفيرميشن كذلك الناس اللي ما زال ما صفتوش الوتائق ولا صفتوهم وما زال ما جاتهمش الكونفيرميشن ولا تأكد على الوتائق أنا نصيحتي يعاودوا يرسلوا ذاك الوتائق ما فيها بس يعاودوا إسكنهم ويرسلوهم باش يتفادوا يتفادوا يعني قاعد شيشك عدنا ما تصلوش بالوتائق ولا شي حاجة بحل تشكل هذا هذا من جهة من جهة تانية من جهة تانية الناس اللي جاهم الموعد من هاد الأرقام هادو اللي تحسم عشر لفو خمسمية وجاههم الموعد كما قلت في الفيديو السابق يحاولوا ياخدوا رنضيفهم مع الطبيب يمشيوا يدوزوا الفحص الطيبي ويترجموا الوتائق كما حضرت في الموضوع دي الحلقة الماضية يعني حاولوا تربحوا الوقت بهذا المفهم حاولوا أن تستغلوا الوقت يعني على قدر المستطاع ما تضيعوش الوقت وإن شاء الله كما قلت هناك يعني تفاؤل ويعني في النشراء المقابلة إن شاء الله سوف تكون يعني مبشرة وصرة لجميع الفائزين آآ إذن هذا كل ما يخص بالنشرة آآ يعني نتطرق إلى موضوع آخر ألا وهو آآ المقابلة إذن في الفيديو السابق تحدثت عن يعني إجراءات الفحص الطبي والمصارف وإلى ما ذلك ده ما غتجي المقابلة يوم غتمشي المقابلة إذن غتدي معك أول حاجة جنو غتدي معك المقابلة داك الميلف آآ الأبيض اللي أعطاك الطبيب كتتدي معك رسالة المقابلة كتتدي معك الباسبور كتتدي معك جوز تصاور كتتدي معك الأموال كل شي على ميمي يعني الأموال الفلوس إذن هنا مثلا في الضر بيدة ضروري كتمشي هذ العام رحكي ينضرف خاص غتشد الصف غايقون داك التباعد غايقون يدخلوا معارة ثلاثة ثلاثة تدخل القنصلية وحدة في الباب قبل تكون داير الصف وحدة في الباب تشد منك ذلك الوثائق تتأكد تشد منك غير ورقة المقابلة تشد منك الباسبور غايك تتحقق من هذه الوثائق وكتردهم لك باش تدخل كذلك نسيت الوثائق المترجمة يعني داك الديبلوما ديالك والمسائل يعني كل شي تتدي معك ذلك في شك وفاحد شانطة تتدي معك تدخل الباب ضروري إذا كنت يقلبوا كذلك شي تدخل الباب تدخل الباب أنه باديك يبقى سيكوريتي بعد ذلك تحيي ديالي عندك شي هاتيف أو عندك شي حاجات لماكلة ولا شعر ما تدخلاش معك القنصلية تدخلها في فعض التيروار تتخرج وعود تاخدهم بعد ما تدخل تدخل أنه باديك تعيد لك سيكوريتي تتخلص واحد كانو جوج يخلص فجوج كانو ثلاثة يخلص ثلاثة كانو أربعة يخلص واربعة تتخلص وعود تترجع تقلص تسنن نوبا تتعيد لك القيشي لأخر تشوف القيشي ستمشي ستمشي لك القيشي تمام تقدم له الوثائق يتم تحقق من الوثائق يتم تحقق من شهدات الباكالورية من شهدات الميلاد من لفيش البوليس من حسن السيراء من الدبلومات الأخرى إلى عندك الترجمة تتصور الباسبور إلى غير ذلك كل شيء تتعطي له المكتب بأداء خاص بالفحص الوثائق تقلص معه يبقى ويشوف ويقعد المسائل ضروري يأخذ خمسة دقائق طالعشرة دقائق حسب الوضع يدي كانت يتحقق كانو جوج ثلاثة يتحقق منهم من بعد ما تتسالي من الوثائق ترجع وتتعود وتسمع سميتك تقلص وتسمع سميتك فهذه تتعطي هذه الوثائق يقول كيف يريد أن تدوز بأي لغة تريد المقابلة هاللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية يعني ترى اللغة التي تتقنها ليس مشكلة يعني الضباط المكلفين بالهجرة عندهم مترشمين وكل يعرف هناك مشكلة هدرب اللغة التي تفهمها والذي تضبطها فهذه مسألة سأركز عليها هناك شيء يكون يقول لا أنا سأدرب العربية وأنه لا لا تتفاف و لا فقط هدرب العربية نشان و هدرب الدريجة واللغة الفصحة لا لا أريد كانت لغة الإنجليزية و هدرب ها ليس مشكلة فهذه المسألة سأجدكم بخير نكون متأكدين منها فغيكة تقلس كأعيط لك المقابلة هنا هنا كيف دا الصح هنا ولكن صراحة سأجدكم متفائلين والله العظيم يعني أسئلة في المتناول شيء الذي أؤكد عليه والله يجب لكم بخير حاولوا ما تكتبوش حاولوا رهدك شيء اللي درتو في الدي س مئة و ستون اللي دلتو به غي حاولوا يسولكم يعني هم غيهوما بطرق مختلفة فمتين غيبقى يسولكم شيء أسئلة اللي بساطين ولكن في ذاك البساطة إلا مرتدي الش البلد الكرا غادي يصيدو كما نقولو فيعني أه حاولوا تكونوا يعني أه يعني أه بشخصيتك ما تحاول تصطنع تصطنع بالعفوية تصطنع تصطنع الهضراء وهما يفهمون بزاف الحواج يعني يعني يعطيهم كل وقت يخذ أول مرة صعبة يكون لطخاء يكون ذاك الأخور يأخذ بعلا اعتبار ولكن هذوك الناس يعرفوا خدمتهم بشيء ماذا يفعلون يعني لم يجب وضعهم لم يجب يفعل هذه المقابلة غي هكا سأعطيكم مثل بعض الأسئلة سأقول هات الأسئلة لها بسيطة ورها عادة ورها نورمال ولكن لما رضي تشبالك رأى يقدر يبقى يشوف فيك رأى انتار شبع المررس كتتتتظر مع الضبيط الهجرة وواحد خور رأى يشوف الله غير يشوف ك غير الفيزيونيومية كما شي ذاك رغي يشك فيك يقدر يقولك ما هو اسمك ما سنك ما عملك اين تقيم متى حصلت على شهادة البكالورية والسؤال لماذا تريد الذهاب لماذا تريد الذهاب الى امريكا فهنا في هذا السؤال حاول ما تقول اريد الذهاب لإتمام دراستي لا هذه القرآن الامريكية كما قلت في فيديوهات سابقة درت انها تستقطب اليد العاملة الى امريكا يعني اليد العاملة يعني بغي نخدم يعني انا وريد يعني مثلا كنت اعمل اتقول لي انا كنت اعمل هنا كمهندس ولا كطبيب ولا كنجار ولا كسباغ ولا كتقني ولا كبانكي ولا اتقول لي اريد انتميم العمل في امريكا في هذا العمل هذا ولا انا عندي معل انفورماتيك غني مشي نخدم تمو لنقس الشركة ولا نستمر المهم في المجتمع الامريكي حول هاد السؤال هذا ما تجاوش على انني بغي نمشي ندرس لان المسائل الدراسة عندها طرق اخرى باش تمشي بها امريكان ماشي عن طريق القرعة القرعة تدرت باش تمشي تخدم سؤال الموالي كيسولك على المصطدف ما صلتك بهذا المصطدف يعني اش كيجيك هل هو من العائلة هل هو اخوك هل هو صديقوك هل هو صديق صديقوك هل هو يعني يعني نسيبك ولا شي حاجاتك غتجوب بصراحة كان صاحبك غسق صاحبك كان خوك غسق الخوك كان غي صاحب خوك ولا غسق له انه صديق صديقي ولا عادي هات المسائل عادية هادو بالنسبة للناس الفرديين يعني شخص واحد انا بوحدة كندوز يعني سيليباتين ما مجووج ما عندي تشي حاجة كندوز هادو كنوهانين يعني مصطبغي ما يكونش عندك شي حاجة في الوثائق وشي حاجة درتيها في الدئس ولا نهار فاش جلتي درتي شي حاجة ما شهي هي ديك رغيش تدوك في المقابلة رغيش بدو هالك غنقولوك مثلا علش كتبتي عمرتي انت عازيب ودرتي وداب انت متزوج ولا عمرتي انت متزوج وداب انت جيتين عازيب او لا في الدئس عمرتي شي حاجة انت حاصل عن الباكالوريا انت محاصص عن الباكالوريا او لا عندك المهم درتي شي 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 شمية عمرتي بشي سمية وجيتي انت فاش قلك ما اسم وقلتي ليهم شي سمية وحدة واخرى فهمتني او لا في الوثائق رغيش عندك شي حاجة في السجل العدلي والشي حاجة رغيش عدوك إجراء إداريتي يتأكدون من ذلك. هذا يعني يعني ذلك شي قد لكم في الأول الوثائق كي بدون يعني ذلك شي تدريجي. باش تاي لما ألقوا شي حاجة في الوثائق قعد كيدوزوك في المقابلة. إذا لقوا شي حاجة في الوثائق رغي يحبسوك في الوثائق. في المتينة غادي غادي يقولك أصلا عندك شي حاجة يعني في الوثائق ما شي هي لديك. يعني تاي عرفوا يعني شحام الحالات لقاول بك مزور. وش دهم يعني دهم للمصالح المعنية. كي يلقاهم عندهم شي باكالورية. كي يلقاهم عندهم يعني مدوزي للحبس أو شي حاجة في السيجل العدلي. يعني رفضهم لش غايدة المقابلة ديجان ترى عندك شي حاجة مش هي هذه. كما قلت هذه بالنسبة الأسئلة اللي يعني شخص فرضي كيدوز. بالنسبة المتزوجين. بالنسبة المتزوجين. سوف نهضر على جوج نقاط المتزوجين بعد القرعة واللي قبل القرعة. فنبدأ اللي بعد القرعة يعني قبل القرعة يعني هذو ما عنده مش مشكل. سوف يدوزوا بخير وعلى خير. هنا الأسئلة يعني غيكونوا بديهين. يعني فعقد الزوج را غيكون بين التاريخ وفقتها. ما غادش يحكروا عليهم لأنهم زوجين قبل المقابلة. غيبقوا يسولوا محل هذه الأسئلة. غيسولوا الزوج بوحده والزوجة بوحده. فهنا يحاول الزوج غير يكونوا كيسول الزوجة ما يهضرش. وعودتاني غي تكون الزوجة كيهضر الزوجة ما تهضرش. ما تبقاش دعم تقول لي شي حاجة ولا. وتبقاش تشوف الضابط ديما عينك في الضابط اللي كيهضر معاك. مقاش يعني تشوفيه ولا تشوفيها ولا. باش كتحيد ذاك بحال اللي كنقوله راه مقرية ولا محفظها ولا كتقول لي شي حاجة ولا. خليكم بالعفوية ديلكم بالتلقائية ديلكم. بالنسبة لمتزوجين. بعد القرعة هنا شوية شوية راه ترضو بلكم لجزيكم بخير. الناس اللي جوجوا بعد القرعة. اللي تاجتهم القرعة عاد جوجوا. لعنى اول حاجة رفض عقد الزوج راك يكون تاريخ ديال اجراء يعني عقد الزوج. يعني حاول قل لهم راه غاي سوولوك متى تزوجتهم. غا تقول لي هالتاريخ. يعني راه هو راه شايف وقتش الجوجتي راه درسيه في الدائس وعندو. وعندو عقد تزوج مطرجم. يعني راه شايف كوشي. باش مازقوش لا غا نقول لنا شنو. غاي بقي سوولك علش جوجتو في مور القرعة. هنا سؤال ارضو بلكم. يعني علش جوجتو. تعطي سبب عادي. شوف انت شنو انت ومرتك شنو علش خليتو تمو القرعة. واش كنتو درتو خطوبة قبل وعد جوجتو. ولا تام ورا قرعة عادي جوجتو. ولا بزاف لي الحواج. يعني هذا سؤال ضروري. ستجاوب عليه بشي حاجة يعني ديبلوماسية. تالت حاجة. غاي سوولك متى تتعرفت على زوجة. أباش قلت لكم اللي انت جوجت مور القرعة. كي حكروا عليهم بزايد. بهذا المفهوم هذا. كي حكروا عليهم. كيقول لي متى تتعرفت على زوجتك. هناك حالات. فنفضل يكون معهية فعلا هي الان مراجعة ان يجعلون في ذوات اهاء ينفيذوا زوجا في ايضا ينفيذ ايضا ينفيذ ايضا ينفيذ من الميزة نحن ان يستمر مدرسة ايضا ينفيذ ايضا ينفيذ ايضا يأتي سؤالها بسؤالا يعني تعجيزية. وعود كيدخلو الزوجة بوحدة وكيسولوها. فهنا يعني عباش كتلكم اردو شوية لبال. هادو بنسبة للناس اللي تزوجو بعض القرعة. ورا كيزيدو يدخلو معك بتفاصيل واحدة وخارين. يلا شكوف شي حاجة. علاش تعرفتي? فقط اش تعرفتي عليها? اه ارى نتصور ديال الخطبة اللي عندكم قبل. ارى نتصور ديال العرس. اه اشحال كانو ديال يعني اللزام فيتي للحضور في القاعة. ولا اشحال اللباسي كانت لابسة العروسة. غيبقى يسولو الزوج وفهمتي. غيباش يعرفوك ان ارى هاداك شي زواج يعني حقيقي وليس مصلحة. اه هنا واحد النقطة غد نشير لها. بالنسبة للناس اللي كنت قلتها في فيديوهات. اللي كانوا عمرو الدائس. باش كنت كان اكد. جوجتي مورا القرعة حاول عمر في الدائس العنوان ديال واحد يعني واحد. قديروا عنوان واحد. ما تديروش جوج عانوين. مش انت الراجل العنوان عنده فشكل والمرأة عندها اه علوان فشكل. لا في لا في الباسبور لا في البيت القرى الوطنية لا في كده لا في كده لا في كده. حاول يعني الباسبور يكون عنوان واحد في الكارت نشينا عنوان واحد. وفي العاقد الزياد يعني غيكون اه الوثائق الخرى يكون عنوان واحد. لان اهلا باش كيتأكدوا ان انا ذاك سيدة راه عايشة معاك راه مرتك بالصح. لان عاودك على شكاين يعني اه نماديج وحدين وخرين يعني شدهم غير خصوص服ها. وال принددك العامة وهنا نبقى زوجة ديالي ولكن هي القوى عنوان الزوج في شكل ولا عنوان الزوجة في الشكل. يقول لي كيفاش انت عندك لعنوان سلعل يعني هل هي عايشة معاك سيقول لي آه اه هناك i'll get in reply وسؤولوها. ما هو عنوان زوجوك. اه وصفلنا المنزل ديال وزوجوك. اه وصفلنا بيتن عISHAز ديال الزوجوك. وصفلنا للا للا يعني كيف يتطرحوا هذه الأسئلة. وهنا عندي ما يفيد يعني عندي الناس كنعرفهم يعني حق المعرفة يعني الحمد لله را كنا دوجنا كليكا بنا بزاف بنا ويعني كان دوله هكالأسئلة المطروحة وشنو دارو شنو عطو كنتا شنو سولوك شنو ما سولوك شنو يعني هادو أسئلة اللي يجيزيكم بخير في البساطة ديالها وفي هاد الأخور ديالها ولكن راه بيج فحاولوا يعني في الأسئلة تكونوا يعني تلقائين في الأجوبة وصورحة يعني صراحة في الأجوبة وما تستنعوش شي حاجة يعني تقولو شي حاجة اللي ما كييناش. جاوب علاقة السؤال ما تزيد شي حاجة من رسك نهائين جاوب علاقة السؤال. أفراني صافي ما اسمك عطيها اسميتك ماسي نوك هاشنو فين كاتسكن أهل عنوان ما تزيد شي حاجة من رسك نهائين. راه لزيطي شي حاجة غي شدك. راه كي تسنك هو غي تقول شي حاجة ب باش غي شدك ل marijuana св beginning. لان ما ما بغيت صراحة يعطيه شي واحدة هاي ه ثالثاني حياتك هي الإقليداية من الأجاية؟ من الأجواب لا ما هي الأ движ mucha وما هي مقارنة مع إلخاء أدري ولكن أنا شخصيا لم أكن أن أ Hypnosis بالإجراء إذارية سأ advertع لأن هذه الظروف لاب podia أن أقومين positiv لأن اتعطي الشهر شارة أو 21 يوم تتسبن للأجور وصير تتأكدون عي طولك وصير تتن. ما في صالحش العجرة اداري لأي واحد. ونتمنى انا كل شي كما قلت في الفيديو السابق تاخدوا يدوز المقابلة وتاخدوا واحد الورقة خضراء ويقول لكم بعد يعني اسبوع اسبوعين سير الاراب نيكس خد الباسبورت ديالك في الفيزا ديالك ومرحبا بك في امريكا ان شاء الله رحمة الرحيم. فهنا يعني اه واحد نقطة انا اعطيت اعطيت هنا مثل المغرب والمغاربة في عام الاجتماعي بالجزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا الدول الاخرين يعني انا بحكمي انا مغربي يعني اعرف الاوضاع وعرف شنه واقع في المغرب. لان ما يمكن ان اعطيه مثلا الجزائريين. ام ما عايش انا في الجزائر وليد وجهت شي تجريبة. باش اني نقول لكم هاشنخسك الديروش. يعني كان اعطين مثال. بالنسبة المغرب يعني يحاولوا تاخدوا تاخدوا منهم المثال وقوموا بهذا الاجراءات عادية. رأي نفس الاسئلة الناس. يعني كونسولية الأمريكية عندها نفس الضباط، نفس التكوين، نفس المنهجية، نفس الشيء ثم مثلا في الجزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا ميسر ولا أراها نفس الأسئلة في الإجراءات التي ستجدها فهذا يعني أنا أعطيت غير مثال هذه نقطة وصفة نطرق لها فإلى هنا يعني أستودعكم الله ولا تنسوا اشتراك وجيم وبرتجوا معنا هذا الفيديو هذا مع الإخوان ولا يجزيكم بخير بغير ننصلوا لقناة الألف أبوني قبل ما دخل 2021 يعني طلب بسيط يعني الحمد لله يتفرج يعني كالقى الفيديو واصل 400 500 500 فيو يعني غير ذاك 500 ديروة 500 جيم يعني وأرى تبارك الله إلا وصلنا أغير أنا قتلي عليين مئتين نصل الألف أبوني فرجاء تعاونوا مع أخوكم ودعوا معنا من المغرب ودعوا معنا من الجزائر ومن ما يصروا من تونس ومن جميع الدول العربية والله يسهل على كل واحد ومرحبا بكم مرة أخرى في بلاد العم سام بلاد العم سام حياكم الله تحياتي سلام عليكم